الاول سبغة طبيعية. قبل ما نبدأوا الفيديو ما ننسوش نصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا وخاتم الانبياء. البنات لما كنتوش مشتركين في القناة فما تنسوش تفركوا على زر الاشتراك ابني سوسكرايب. ولكنتو محتاجين هكا وصفات طبيعية. من غير سباغة الشعر. من غير محلول هكا اللي كي قوي الشعر. فخلوها ليفت تعالق ديالكم. وان شاء الله غادي ندير لكم الوصفة اللي انتم ما بغيين. انا ببدأ معكم بالوصفة. الوصفة اهنا عندي البنات فيها على حسب طول ديال الشعر ديالي. يعني هاد البنات هاد الوصفة انا بغيت ندير هالشعر ديالي. بحكم الشعر ديالي مضطرر بحكم الادوية اللي كان ناكل. فقلت علش اللي ما نقسمهاش معكم خصوصا ان المكونات الطبيعية مئة بالمئة ورهيبة في تغطية الشعب. وخصوصا خصوصا تقوية الشعر. وغادي ندير معكم جوش الوصفات. الوصفة الاولى غاني نستعملوه صبغة. والمحلول الثاني اللي هو كيغطي الشعب او كيقوي الشعر. على بركة اللي. هذه جوج معالق ديال الشاي الاحمر للبنات. جوج معالق كبار ديال الشاي الاحمر اللي بتن. ضفتليه جوج معالق كبار ديال البابونج او للزهرة. على حسب كل بلاد وشنو سميوها. وخصوصا احنا كنعرفو ان البابونج او الكامومين فاي معروف الفوائد ديالها الغزالة للشعر. كتعطينا واحد الوين رهيب للشعب. اعطينا ضفت لبنات جوج معالق كبار ديال المرممية. رعني وريت لكم اسمية ديالها لبنات من اللي كنت كان هذر. وريت لكم اسمية ديالها وكيفاش كتكون. خديت جوج معالق كبار يعني لا بأسة بهم. جوج معالق كبار ديال المرممية. ضفتهم مع هاد الخلطة هذي. وهنا ينا ضفتهم في بريق. ودت جوج كيسين كبار ديال الماء. وغطيت البريق وخليتهم يغليوا على نار مهيلة. حتى اطلق لي ديالك المكونات كلها على نار مهيلة. نغنضزوا الخلطة الصبغة بما اننا بغينا نصبغو الشعب ديالنا بمكونات طبيعية لتغتيات الشيب تقوية الشعب. وهنا غنقسم معكم مكونات اللي هي طبيعية مئة بالمئة. اول مكوين ضفت معالقة ديال القشور الرمان مطحون. احنا كنعرفوا الفوائد دياله في تغتيات الشيب رهيبة. يعني للمرممية ولا قشور الرمان فهمو كي اعطيه واحد تغتيات ديال الشيب غزالة بالزف. كي اعطيه لون واعر. يعني كي اعطيه واحد اللون اللي هو بني. هنا اكيد بالزف ديالناس كيستعملوا قشور الرمان والمرممية لتغتيات الشيب بمكونات طبيعية. احسن ما يكون. غادي نضيف لها دوك المكونات معالقة كبيرة ديال القهوة سريعة دوابا ممكن انكم تستغنوا عليها والدروق هو العادية اللي هي مطحونة. غادي نضيف على دوك المكونات هذك الخالط اللي خليته كيغلي لمدة ديالعشرين دقيقة على نار مهيلة. غادي نبدا نخلط الكل بمعلاقة. وغادي نضيف فقط بشوية بشوية يعني ما بغيتم استعملوا كله. غادي نخلي من بعد انوريكم كيفاش غادي نستعملوا. غادي نبدا نخلط حتى نحصل على واحد الخليط اللي هو مجانس. نسيت ما كتلكم البنات بان انني ضفت معلقة ديال الحنة معلقة كبيرة ديال الحنة. طبيعة هنا البنات اللي عندهم حساسية من الحنة او لا عندهم مشاكل اه يعني ما كيبغوش الحنة. فهنا ممكن انهم يعودوا الحنة بالكاركا دي. يعني المسحق ديالكاركا ديال مطحون. اضيف واحد الكيميالة بأس بها على حسب طول والكتفة ديال الشعر ديالكل اخت. طيب دلحال انها المكونات اللي كان عندكم البنات حاولوا انكم تكتروا منها. يلا كان الشعر ديالكم طويل وكتير. حاولوا انكم تكتروا منها. فهي كتبغي اهدو الوصفة تتبغين اللي يدلوها للشعر يكون يعني متخطخ يعني يكون شعر الوصفة. ماشي تجي ما يجي ناشي الشعر ناشي. كتروا المكونات الى كان الشعر ديالكم طويل بزاف لانا الى كانت قليل الوصفة وما غاديش تعتكم تغطية وما غاديش تعتكم منفعة اصلا يعني كينيش اخوات را تكون شعر ديالهم ما شاء الله قوي قوي بزاف وكيدروا هدو القياس اللي كان اعطيهم. ما كيستفدوش ما شمنات يقولنا اختينا عيما را هدو الوصفة اللي درنا راها يلا غطت لنا واحد البنات را لشعر ديالكم كتيف وطويل خاسكم تكتروا منها خاسكم تكتروا منها ضعفوها ثلاثة دلمرات الى كان الشعر ديالكم قوي وكتف. فلهذا البنات ما تتبعوش القياس ديالي. انا هنا كان ديال القياس ديال الشعر ديالي فقط. يعني انا هدو القياس اللي كان اعطيكم هو را هدير شعري انا. انا الوصفة غادي نخليها تختامر واحد المدة ديال ساعتين ضروري انها تختامر البنات. كلنا كان عارفوا ان الوصفة الطبيعية ضروري انها تختامر. مش هكا الجانس مع بعديتها والمكونات يتلقوا مع بعديتهم. او ما نحصلوش على واحد اللون غير مروفة. نعطيوها الوقت في الاختمار. هنا البنات غنضوزوا الوصفة التانية. بالنسبة الناس اللي ما بغينش صبغة. بالنسبة الناس اللي بغينش محلول هكا. قوي لهم الضغبة ديال الشعر. الناس اللي عندهم الشعر ديالهم كيتتاقت لهم بزاف. فانا هنا كنصحكم هاد الحلول اللي درنا في الاولة البنات اللي هو ديال المرممية. الشاي الاحمر. والباب ونجا البنات يلا بقين عقلين في الاول ديال فيديو. خليناهم يغلي واطلقوا لنا ديال مكونات ديالهم كلها. فهنا غادي نضيفوها في واحد الكاس. هنا يا البنات غادي نضيفها في هذا البخاخ. ولين يقبل ما نضيفها في هذا البخاخ غادي نضيف عليها معلقة صغيرة ديال آآ زيت الخرواع على البنات او. انا غنوريه لكم على البنات. انا فقط حبيت نوريكم البخاخ اللي غنستعملها فيه. غادي نستعمل واحد القياس ديال معلقة صغيرة فقط. احنا كنعرفو ان هاد المكونات اللي درنا كتنشف شعف. احسن زيت وافضل زيت باش تكون عندي وصفة متكاملة. فغادي نضيف زيت ديال الخرواع غزال بزاف وشكل ما كيعرش الفوائل. فهي خطيرة بزاف. احسن زيت بالنسبة لي انا في تطويل الشعر ولا في تقوية الشعر فهو زيت الخرواع. بالنسبة للبنات اللي ما كيتملكوش زيت الخرواع فممكن ان انا يعوضوا باي زيت متوجود عنكم في البيت. بالنسبة لهذا الرشاشة هادا او لهذا المحلول ممكن نستعملو في اي وقت بغينا. ممكن نستعملو وربعة ديال الخطرات في انها بيدون لما نغسلو الشعر ديالنا. مش ضروري انا ونغسلو الشعر ديالنا. فهو تعطينا تغطية الشيء بتقوية الجدر ديال الشعر ديالنا. طبعية الحال من اللي نرشو هادا المحلولة للبنات ضروري انا نضيرو واحد المساج في الفروة ديال الراس ديالنا. السبغة ديالنا الطبيعية مئة بالمئة. خلينا خمرات واحد المدة ديال ساعتين. البيت كان حلوة من ذاك البلاستيك. وكان نضيف لها معلقة صغيرة تلخل التفاح كمثبت اللون. وغاد نضيف لها زويدة. طبعية الحال لان هذه المكونات اللي درنا فاوما كينشفوا الشعر. ضروري ما نغطيوهم اوما نعمو الشعر ديالنا. بوحد المحلول ديال الزيت. وبطبيعة الحال من اللي نديرو الوصفة ونخليوها على الشعر ديالنا واحد المدة ديال خمسة سوية. ونغسله فقط بالماء. وندهنو تاني الشعر ديالنا بالزيت. ضروري انكم ندهنو الشعر ديالكم بالزيت. هكا بش ما تنشفش لكم الشعر ديالكم. راها غزالة البناتة ديالوصفة هذه بالنسبة لتكرار شحال من المرة. هناك نصحكم انكم يستعملوها مرة في الأسبوع. الى كنت اول مرة غادى تديروها فانا هناك نصحكم اديروها جوج مرة في الأسبوع. بقوا كديروها جوج مرة في الأسبوع حتى تحصل له على ذاك اللون اللي بغيتو. ومن بعد واللي وتديروها مرة خمستاشي اليوم حتى المرة في الشهر البنات. وصفة غزالة نصحكم انكم تجربوها. هنا كنت معكم الوصفات بالنسبة للناس اللي كيبغوا وصفات طبيعية مئة بالمئة. ناس اللي ما كيقدوش انهم يستعملوا السباغة الكيموية. ناس اللي ما كيقدوش يشري ودك اللي بخود ويلي كيغطعوا الشي. فانا هنا كنقسم معكم هاد الوصفة لها طبيعية مئة بالمئة. هي كتقوي الشعر وكتطول الشعر واللي الشعر كيطوال. وخصوصا خصوصا للشعر ديالهم مضطرر بزاف. واللي الشعر ديالهم متساقط. واللي الشعر دياله ما كيقدش يسبغوا بالسبغة الكيموية. فانا هنا اخوتي كنقسم معكم هاد سباغة الطبيعية مئة بالمئة. كتغطي الشيء. وطبيعية وما في هاتشي حاجة لدراء. ممكن المرأة الحامل انا هاتتتعملها. ممكن انا نستعملوها الوليدة دينا وراها غزالة بزف. مع المدة صدقوني انا غادي تلاحظوا الشعر ديالكم ولا كي طوال. وما بقاش كي تساقط. واللون دياله ولا. غاديو كي غاديو كي ولي قهوي مع المدوامة غادي ترجع الشعر ديالكم قهوي واللون دياله غزال بزف 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 بزف. وكنتمنى انكم تجربوها. وترجعوا لي في تعالق ديالكم. وتخلوا لي التجارب ديالكم. وان شاء الله يا ابنت غاديلقاكم في فيديو قادم. خليكم في رعاية الله.